أهلا بحضراتكم في الفاصل الأخير من المجري مع نجمينة كابتن خالد جدالة في آخر فاقرة وهي حق الجمهور حق الجمهور الجمهور بيسأل والكابتن خالد بيجاوب جاهز معنا يا كابتن؟ جاهز يا كابتن معنا كنا عايزين نعرف منه إيه أفضل جيل وأكتر جيل لعب معاه وبيفضلوا يعني أنا لعبت مع أربع أجيال يعني أربع أجيال؟ أربع أجيال الجيل بتاعكم كابتن مصطفى ولعبت مع الجيل بعد كده بتاع ربيع ياسين وطهر أبو زيد وحسام البدري شريف عبد المنع ومجد عبد الغني بعدين علاء ميهوب واسام عرابي ومحمود صالح وحمد أبو رادي ومحمد السيد ومين الجيل الرابع بقى؟ هما كده مش أربعة؟ لا تلاتة هقسمهم اتنين طيب طيب هقسمهم على اتنين أجيبك واحد مخصوص اللي بعده كنت عايز أوجه حقيقي سؤال اللي أقولك هو أنت من وجهة نظر حقيقي الكرة زمان أفضل ولا دلوقتي أفضل؟ لا زمان كانت الكرة أفضل وأحرف ليه؟ لأن زي ما قلنا المواهب كانت كتيرة يا كابتو مصدر احنا فرقتنا احنا جينا في وقت زي ما قلت كان عندنا ثلاث فرق نعم فكل الأندية كان فيه كم من اللعيب يوظف يوظف لعيبة في أماكن حسب إمكانيات اللعيب إنما يصنع الكرة والسكرة مش هتتعلم ولكن فيه نواحي تانية نواحي مسأل بدنية السرعة الكلام ده لو موجودة ممكن موديل فني يبني عليه اللي بعده كابتن خالد حضراتك كنت لعب مميز مع النادي الأهلي بس ليه ما شوفناش حضراتك في المنتخب؟ في المنتخب أنا زي ما قلت أنا لعبت أربع سنين أول مباراة كانت قدام كينيا في تصفيات الأمم الأفريقية كان مدير فني للمنتخب مصدر كابت حمد الشرقاء والله يرحمه يمكن هي بقى عين اللي بيبقى ماسك المنتخب في وقتها زائد إن إحنا فرقتنا كان بيتاخد منها لعيبة كتير قوي في المنتخب أيها يعني كان ممكن بيبقى بالعشر أو الحداشر ولكن بيبقى فرقة كاملة فرقة كاملة فكان لازم يبقى فيه ناس برضو موجودة لأن ساعات كنا بنلعب برضو بدون لعبة المنتخب فهي وجهات نظر وعين مدير فني اللي بعده كابتن خالد جد الله كنت عايزة سألك سؤال هل أنت كنت شايف أن من الأسباب الرئيسية أنك أنت كنت بتلعب أساسي أن أنت كنت عامل دويته مع مصطفى عبدو كابتن مصطفى يعني بحرجنا بقى لا مش أن أنا بلعب أساسي عشان أعمل دويته مع كابتن مصطفى لا هو كابتن مصطفى طبعا حاجة كانت تساعدني ببقى موجود معك الفلع لا يعني كابتن مصطفى أنا كنت حافظه وعارف إمكانياته وعارف إزاي خليه يبن بشكل كويس إنما هي مش دي بس لأن أنا لعبت فترات كتيرة جدا كابتن مصطفى نبت الأجيال بعد ما احنا بالزبط كده بالزبط اللي بعده كابتن مدحط رمضان كان جي مع برنامج كابتن مصطفى عبد المجري وقال إن حضرتك كان بيبقى فيه عقربة في جيبك فإحنا عايزين نعرف إيه الموضوع ده صح أو لأ وإيه سير العقربة بص أنا مشان اللي قلت والله يا مدحط تسدق مدحط ما قالش حاجة صح والله يا مقال حاجة صح يعني كل الكلام ده ماله بكدبه عارف إن ده كل فلوسي كان هو اللي وقيتها البوكت ماني على الرهانات على أديكنت أأكله صيجار أنزله في البسين بالليل بهدومه يعني كل ده لا 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 بيحكيات البسين دي في تونس طب بيحكي طيبة حسنين حمزة الله يرحمه برضو استطنا استطنا متحته وقال له النط بهدومه بالليل في البسين بالليل السعكام لا بالليل كانت بعد العشا كانت حد عشق نط طبعا بدماغ ومش هياخد فلوس نط طبعا من غير تفكير واخد الفلوس ولا باخدها لا أخدها لازم وهو كيقول لك خليج الله كان فيه جن لاتخذ من قرار لا لا بيحكيات لو كده ما كنتش أرهنه ولا أقوله أي تاني كان رهان معه كتير أول طب ما تقول طيب يا خدف ما هم احنا قلنا بموضوع السجار بموضوع حمام السباحة ولما كان نايم وكنا ب وانا لا وإيه تاني ما فيه فيه حاجات مش هينفع تتقال لا ولا وانا شلف المنتاج والله محينفع تتقال أقول لك بعد ما نخلص بس مش هينفادلت